السلام عليكم كديرين؟ كل شيء بخير؟ اليوم ان شاء الله سوف ندرى الدرس The Passive Voice درس سهل جدا وفي المتناول ولكن قبل أن نبدأ نريد أن تكونوا عارفين Irregular verbs حافظين Past Simple وحافظين Past Participle وتكونوا متمكنين نسبيا من الأزمين لأنه في تغييرات الأزمين على بركة الله سوف نرى الدرس سهل جدا سوف تفهموا ان شاء الله نأخذ هذه الجملة في Active Voice هذه الجملة مديرة في المبنية للمعلوم جملة عارفين الفاعل والتركيز على الفاعل الفاعل نأخذ نورة Subject Wrote The Lesson Object المفعول المفعول أول شيء نديره هو أنك الحد الفاعل و المفعول ثاني حاجة نخدمه هو الزمن هذا الفعل فهذا الحالة الرؤس و المفعول و نديره أنه ضرورة تكونوا حافظين لأنه تحتاجوا من المفعول و المفعول يجب أن يصرف في الماضي و يجب أن تصرف المفعول في مفعول و يجب أن نغير هذه الجملة من المبنية للمجهول و يجب أن نديره العملية التالية إذا The Lesson في المقام الأول في المبنية المجهول يحتاجه The Verb To Be في الجملة المبنية المجهول و الدرس يجب من مكان غير زوجه T kobe المريب أنظري وتحرفه و أنظري الزمن طبقه على told و تستطيع the lesson إلى الهدف的 past simple the lesson was the lessons were �� and past participle The written إذا كان إرغلار فكيتب التل كان إرغلار فكيتزادوا أد يعني كيكون سهل لذا الشيء التي تريدكم تحفظوا الإرغلار برد دروري تأخذوا واحدة لعليست وتحفظوهم باش يساعدكم في الدرس هذا لذا كان الإرغلار نضيف كلمة باي من طرف دروري تخلف القاعدة و نضيف الفاعل لنا في الحالة وهو نور إذن نضيف الفاعل نضيف الفاعل نورا نورا كتبت الدرس المبنية المعلوم المبنية المجهول The lesson was written by نورا إذن نرى الشكل أو التركيب هذه الساعة اللغة وهو أول حاجة هي object هذا يسمى object كان في آخر الجملة في المبنية المعلومة والذي في أول جملة في المبنية المجهول نضيف الفاعل The verb to be كيفش كنديرو in the tense يعني في نفس زمن in the tense of the verb in the active voice مسيطة هالجملة إذن to be كديرو في الزمن في المبنية المعلومة مثلا كان هذا past simple to be كان present simple كان هذا present simple كان present continuous كان present continuous إذن نرى نرى التغيرات لكي تحفظوهم وتعقلوا على إذن نضيف donc daba أولا تأنا أصبري إذن the object the видите نترجم كي شيء أصبري 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 نقصبري أصبري اصبري و أخير حاجة أخير حاجة سوف نضغطها لكم هنا بشتاقل إليها Plus و الأخرى هي Subject إذن هذه الصيغة المبني المجهول Object والأول يكون في آخر جملة مبني المعنون مبني المجهول مبني المجهول والمجهول يغبون بشكل مبني المجهول مبني المجهول و أضغطها هذه الصيغة خذ العقل إلى هذه الصغيرة وغير ما يخص هذا الشرح الذي يوجد هنا فهو الـ to be و الـ past participle و الـ verb هذا الخاص بالفعل ومع الـ object و الـ subject هذه المجتمع لديكم في التغيير الـ to be في الزمن وفي الـ past participle حسنا لديك الـ model verb يعني فعل ناقص مثلا ناورة هم سهلة فالمشكلة لديكم فقط في الأزمين الأخرى أما إذا كان الـ model verb سوف ترى معي أنه سهل جدا إذا في حالة كان عدنا model verbs يعني سوف نشوف الـ passive voice في حالة كان عدنا الأفعال ناقصة model verbs مثلا ناورة should write the lesson ناقصة 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 لدينا اشترك موضوع اضع لها شد ونقوم بطلقة في مواقع شد نضع لها شد كدر مراهبي في الانفينيتيب هالطريقة should be مثلا نورة must write the lesson خصها تكتب الطرس the lesson must be لأن نورة can write the lesson the lesson can be ممكن يوقع حتى تتغيير should be ولكن write يكون دائما في الباس برنسيسي كيف صحنا قبل should be written by Nora إذا تغيير الوحيد لأننا نقش 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 الزمن اللي كان هنا يعلى هالتو بي فكيبقى عدنا غير الموضي البراس بي هل نشوفوه هنا في القاعدة object plus model verb plus B إذا تزيد عليه B صافي plus past participle اللي هو الرئيسن plus by plus subject هذا هو تغيير الوحيد اللي كيبقى The lesson should be written by Nora وكيبقى عدنا نفس أمور اللي كانت عدنا قبل غير object كيو اللي تابعوا model verb plus be The lesson should be إذا دالبع غدي ندوزوا لواحد الجدول اللي غدي نبيل لكم فيه صريح The verb to be باش من بعد إن شاء الله تقولوا تصرفوا the verb to be بطريقة سهلة يعني تعرفوا اللي فورم ديالله في جميع الأزمينة اللي ممكن تقوى اللي تكون في passive voice إذا الآن غدي نشوفوا الشكل ديال the verb to be أو تصرف ديالله في مجموع من الأزمينة اللي كتكون في passive voice أو المبني المجموع أول حاجة هو present simple في حالة كان نورة write the lesson هيكون the lesson is ولكن the lessons are فورم ديالتو ب في present simple كيف ما كتعرفوا هي is أو are في الحالة ديالبع past simple good was were present continuous is has been أولا are been past continuous was been or were been present perfect has been or have been been past perfect have been future simple will be future perfect will have been okay إذن هادو الأشكال ليال the verb to be جميع هالقزمينة عاد كتبعهم the past participle الفعله يكون في المبني المعلوم كيف نسبق واذكرنا لابد ندوز معكم واحد جدول اللي في جميع تغييرات دير الجمل سأعطيكم جملة مثلا جملة ميتان ونحاول نغيرها لك بجميع الأزمينة من المبني المعلوم للمبني المجهول كي تعمل وتعمل وتعمل وحتى تعمل وحتى تعمل على الأزمينة يعني الشكل للأزمينة كي تتعرف عليهم إن شاء الله كي تحول من المبني المعلوم للمبني المجهول إذن الآن سنشوفوا واحد الجملة سنختاروا جملة في المبني المعلوم ونحاولوا ندروح في جميع الأزمينة والموضل اللي أيضا عليهم ونشوفوا التغيير من active voice إلى passive voice فهذه الدرسة جدا فقط فيه خصوناتكم واحد المعرفة هذه الأزمينة لكي تقدروا تخدموا بشكل جيد إذن active voice سنبدأ مثلا جملة اللي اختارك لكم هي مثلا make a cake يعني يداد حلوة أو في present simple سنقول I make a cake يعني أنا أعدو حلوة يعني هذا مبني المعلوم كيف يبدأ بالsubject بريتي تديرها في passive سنبدأ إذن هذا هو subject verb object مفعول به إذن الدائم الكتب سنبدأ بالمفعول به a cake كيف يتلكم كيف يتلكم قبل أو سرح لكم غير مرة واحدة باش نكمله بسرعة إذن هنا عندنا present simple فتو بي لديكم في present simple moral object a cake is وهذا make irregular برب إذن في ال past participle وغادي يولي made a cake is made فهذه الحالة تقدر دير by me من طرفي أنا ولكن أنا أحبب أو لكن قلت لامت ديالي إذا كان عندك subject pronoun ضمير فبلا تدير by me ولا by him ولا by her فقط تخلي الجملة فهذه الحالة a cake is made مثلا عندك علي أو أحمد فتدير ضروري تدير a cake is made by علي أو by أحمد إذن إذن past simple أعدد يعني في ماضي دادا I made a cake فالحالة passive voice a cake was made صراب present continuous I am making a cake يك passive a cake is being made past continuous I have made a cake passive a cake a cake has been made past perfect I had made a cake passive a cake had been made future simple I will have will make a cake make a cake will be made future perfect I will have made a cake passive a cake will have been been made made صراب 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 هدهما الأزمين هدهما التغييرات ديارهم كيف قلت لكم إذا مقعدنا الماضي الوربس الأفعال الناقصة فهما سهلين جدا لأنه من فيهنش تغيير ذي الزمن الماضي الوربس بحال must have to can could would should may might ought to used to متال نخذ الماضي I must هدين يقولون مثلا هدو كل ما نعطيكم عليهم بجوش ديال الأمثلة فقط مثلا I must make a cake يعني يجب علي أربعية حلوة أنا مجبر اوكي في الparcif ستقول a cake كيف ما شفنا في المثال الأول في صرحنا الدرس a cake must يعني كتدر must be must be وكتدر بص participle ديال الفعل في المبني المعلوم ليه made must be a cake must be made مثلا I should make a cake ها سهلا a cake should be made made انتو ما قد يجروا القاعدة على جميع الماضل verbs اللي عندكم فدائما كتدير الماضل verb وكتزيد عليه بيه وكتزيد الباص participle I ought to make a cake I ought to أطيرنا a cake ought to be made اذا نشوفوا تمرين تطبيقين تبقوا في ذلك الشيء اللي تعلمنا في الطرس ونسريوا الطرستين ان شاء الله الجملة الأول she designs clothes كيف قلت لكم أول حاجة تديرها هو تحدد subject verb and object يعني تحدد الفاعل والفعل اللي كل مفعول بيه في الجملة وحتى تكون طويلة ستكتعرف هذا الأمور ثاني حاجة تدير هي تعرف الفعل ديالك في أشمن زمن المصرف إذا فلاش كتتروف مثال منتأس هنا فكتعرف أن هذا present simple اوكي اول حاجة كتبدا بها هي clothes are ندير are حيث عندك clothes جمع ندير is clothes are هذا تطورا ثلاثة تطورا 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 فقط الملابس تصمم هذه تطورا 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 present continuous. إذن mats are being studied by Ali. فالحالة عدنا علي اسم دي الفاعل كين؟ هذا الكن يرو بي علي. He made yogurt. يعني صوب اليوغرت. إذا ما تبدو بهذا. موجه صوب. author غيرات النمادية Saltari غيرات. موجه صوب اليوغرت. وذلكً في الكم بالسؤال لذلكم يروى بته. إن ي generisp絞 زي نرى القطار للفدت. أعجب اني ات PRESIDENT. بعمل جذي أتبisson. هنا أعجب فهرت أعجب الفدت الم هنا أ їت duThe absolute perfect'. فأغدر وغدر وغدر My brother reads magazines about aliens الأخ ديلي كيقرأ مجلات حول الكائنات الفضائية فهذا كله نفت الحالة هذا verb وهذا subject إذن أغدر مجلات حول الكائنات الفضائية كله نفتح بأغدر كله نفتح بأغدر كله نفتح بأغدر هم؟ هنا أغدر present simple هم؟ هم؟ أغدر رد بمعنة الفضائية رد بأغدر 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 الكائنات الفضائية اختطفوا جاري فكذلك نبدأ بأغدر هنا هنا abducted past simple فأغدر was my neighbor was ونتظر هذا بأغدر past participle abducted by من طرف الكائنات الفضائية areas أرجو إلى الأخيرة هبا can play the guitar هبا يمكنها لعب القيطار فقط subject verb object هنا أبنا مضي الرب إذن سهل فكذلك the guitar can be played أغدر played ED بأغدر هبا the guitar can be played by الواقع إذا كان هذا هو وضغط القاسر فوستاذ جدا غير زادوا افتحوا فيها تماريس كبير من بعد نفتحوا معكم تماريس أخرى ونشوفكم في الحصة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر